وحول اعتقال سوشينكو حمل رئيس البرلمان الأوكراني أندري باروبي بشدة على الإجراءات الروسية ودعا المنظمات الدولية والعالم الحر لرد على هذا الاعتقال وأكدا على أن عمل المراسلين الأجانب في روسيا أصبح أمرا خطيرا واخترح باروبي مناقشة أمر إلغاء نظام التأشيرة الحرة بين أوكرانيا وروسيا كما حثت دول الغربية على توسيع العقوبات المفروضة على موسكو وكانت نائب رئيس البرلمان إيرينا جيراشينكو أكدت في وقت سابق أن أوكرانيا تنتظر ردا فوريا من المؤسسات الأوروبية على هذا الإجراء الروسي وعلى وجه الخصوص من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وممثليتها المكلفة بحرية وسائل الإعلام وكذلك من المجلس الأوروبي الزميل الصحف الأوكراني رومان سوشينكو يعمل مراسل لوكالة أوكرينفورما الأوكرانية الرسمية منذ عام 2002 التي تعتبر إلى جانب قناة يو اي تي في جزءا من هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوكرانية ويعمل حاليا كمراسل من فرنسا منذ عام 2010 وكان سوشينكو قد ظهر عدة مرات على قناة يو اي تي في خلال تغطية القناة لمختلف الأحداث الأوروبية الكبرى في هذا الإطار نتوجه جميعا كفريق قناة يو اي تي في لأي شخص أو جهة يمكنها المساعدة على إطلاق صراح الزميل رومان سوشينكو وعودته سالما إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر